المنطقة العربية على أهبة الاستعداد عموماً للتصدي لفيروس كورونا كل دولة حسب أمكانياتها ولكن الأمال تخرج من الصين حيث التجربة ورغم قسوتها أثبتت أنه ثمت مخرجاً لتطويق الفيروس وهان بؤرة الوباء لم تسجل اليوم أي إصابة بكورونا ضيفنا في هذه الفقرة طبيب من الصين وسنسأله عن ماذا فعلت الصين في مواجهة الوباء وهل بالإمكان استسقاء تجربتها وتطبيقها في المنطقة بدأ فيروس كورونا في مدينة وهان الصينية في 28 ديسمبر الماضي وبعد أكثر من ثلاثة أشهر أعلنت المدينة عدم تسجيل أي إصابة جديدة للمرات الأولى فكيف كانت البداية؟ في السابع من يناير الماضي أعلنت السلطات الصحية الصينية أن الفيروس المستجد ينتمي إلى عائلة الفيروسات التجية وبعدها بيومين سجلت أول وفاة بفيروس كورونا في ووهان عاصمة إقليم هوبي في الثالث والعشرين من يناير الماضي فرضت السلطات الصينية الحجر الصحي على المدينة وتبعه عزل مدن أخرى في مقاطعة هوبي وبعدها بيوم مع ارتفاع عدد الإصابات بدأت الحكومة الصينية تشييد مستشفى لعلاج المرضى يضم ألف سرير وأنجز بفترة قياسية لم تتخطى عشرة أيام في الثالث عشر من فبراير الماضي سجلت أكبر حصيلة وفيات في بوم واحد في مقاطعة هوبي منذ بدء انتشار الفيروس مع وفاة أكثر من 240 شخصا تباعا تراجعت أعداد الإصابات والوفيات وصولا إلى العاشر من مارس الماضي حيث أغلقت جميع المستشفيات المؤقتة وزار الرئيس الصيني بؤرة تفشي الفيروس وفي اليوم التالي أعلنت حكومة مقاطعة هوبي استئناف العمل في القطاعات الرئيسية كالنقل العام والإمدادات الطبية والمؤسسات المنتجة للضرورات اليومية في واهن وفي الحصيلة أصيب أكثر من 67 ألفا وثمانمائة شخص في إقليم هوبي خلال الفترة الماضية وتوفي أكثر من ثلاثة ألاف فيما شفيا أكثر من 57 ألفا وستمائة شخص معنا من مدينة أيوة الصينية الطبيب والناشط في مجال التوعية ضد كورونا الدكتور عمار البعداني أهلا بك دكتور عمار معنا على سكاي نيوز عربية وفي برنامج المساء أمر مثير للاهتمام أن أحدثك أنت طبيب عربي وموجود في الصين الآن لنقل ما رأيته خلال الفترة الماضية الدكتور عمار العالم وقف مذهولا أمام صرامة الصين في وقوفها أمام فيروس كورونا كيف تغلبت عليه وأيضا استطاعت إيجاد حلول له نسب عالية من الشفاء أيضا هل ممكن اختصار هذه التجربة في الكلمات وكيف ممكن للعالم استفادة مما فعلته الصين مساء الخير تحية لك ولمشاهدين قناة سكاي نيوز لحديث عن التجربة الصينية الناجحة والملهمة يحضرنا الحديث عن أن الصين في الحقيقة واجهت صعوبات كثيرة في بداية الأزمة مع تفشي الوباء ولكن ما يميز القرارات الاستباقية والصارمة والحازمة أنها لم تكن مترددة هناك قرارات لا شك كان لها دور كبير في منع تفشي الوباء أولا في مدن أخرى في الصين هذا الذي حقق كسبا للوقت للمدن الأخرى والسلطات المركزية أيضا لإرسال الكثير من الفرق الطبية التي بلغت نحو أربعين ألف من الفرق الطبية بناء المستشفيات وإرسال المعونات إذن قرار إغلاق البؤرة الأولى كان صارما وحازما تمكين أو فرض العزل الواسع النطاق على كل المدن تقريبا كان له أيضا الأثر في خفض مستوى تسجيل الإصابات في هذه المدن الوعي لدى الناس واستجابتهم وقدرة الأمة الصينية على التعبئة كان لها دور كبير كثير من الناس تطوع حتى للوقوف في أبواب الحارات لتسجيل درجات الحرارة وتسجيل الداخل والخارج الصين سخرت الكثير من الإمكانات حتى التكنولوجيا الحديثة لتعقب المخالطين وتسجيل كل المشتبه بهم الجزء المهم جدا أيضا أن صين ضحت بالكثير من واستثمرت كثيرا في مجال الفحص لكل المشتبه بهم وهناك مفاتيح أربعة نؤكد عليها دائما وتأكد عليها منظمة الصحة العالمية وهي الكشف عن كل المشتبه بهم بالفحص وتكرار الفحص هناك نسبته ربما خمسة آلاف فحص كان يجرى في اليوم الواحد في وخان وحتى كوريا الجنوبية التي استفادت من التجربة بدرجة الأولى إذن أول شيء عليك هو أن تكشف عن المصابين بالإجراء أكبر قدر من الفحص على كل المشتبه بهم ثانيا عليك عزل الذين تثبت إصابتهم وثالثا علاجهم ورابعا تعقب كل المخالطين وبعد التعقب للمخالطين تعود وتكرر هذه القطوات وهذه المفاتيح الأربعة نحن نتعامل الآن مع وباء معدي وبالتالي هذه الإجراءات وهذه التدابير هي أهم حتى من الانتظار للقاح جديد طيب دكتور عمار دعني أتداخل معك بالأفكار هنا اليوم هناك يعني كثير من الدول العربية قامت بإجراءات احترازية قوية دول الخليج أيضا قامت بنفس الشيء لكن في بقع من الأرض المفترض أن يكون فيها أنظمة الصحة متقدمة نرى تخبطا وانتشارا وعدد وفيات يعني بشكل كبير مثل القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لماذا تعتقد ما الخطأ الذي يقومون فيه اليوم وكيف يجب أن يتعلموا من الصين نعم هذه جزئية مهمة قد يعتقد البعض أن المشكلة التي حدثت لدى الطليان أو باقي دول أوروبا تعود لمنظومة الصحية ومشاكل فيها وهذا مفهوم خاطئ المنظومة الصحية الأوروبية لا شك هي منظومة الصحية متطورة ولكن المشكلة هي في التردد في اتخاذ القرار الاستباقي والاحترازي ومحاصرة الوباء ودعوة الناس إلى الاحتراز تأخرت إيطاليا بشكل أساسي وهي الدولة الأولى التي شكلت البؤرة ومنها انطلقت العدوى إلى أوروبا كان يفترض اتخاذ الاستباقي أيضا بريطانيا تتأخر دكتور عمار أليس كذلك؟ نعم نعم الحديث هذه الأيام أيضا عن ما يسمى بمنعة القطيع التي تريد بريطانيا تنفيذه كثير من الخبراء حتى البريطانيون أنفسهم الذين كانوا مسؤولون في منظمة الصحة العالمية يحذرون من هذه الخطوة التي تعد مغامرة كبيرة نحن نتحدث عن نسبة وفيات ارتفعت في أوروبا بخلاف نسبة الوفيات المنخفضة في الصين والسبب أن كثرة الإصابات التي أخرجت المنظومات الصحية عن الخدمة طيب دكتور عمار يعني من جانب آخر بالأمس ويعني مؤتمرات صحفية للرئيس ترامب يكرر ويشير يقول الفيروس الصيني يعني هو لا يطلق عليه كوفيد 19 أو كورونا يقول الفيروس الصيني لأسباب السياسية وهو وضحها لكن اليوم حتى كثير من نسب يعني المراقبين في العالم يحملون الصين مسؤولية خروج هذا الفيروس البعض يقول حتى أن الصينيين يعني هم الذين يأكلون الخفافيش أو هذه الحيوانات وبعض التقارير قالت مصدر هذا المرض من أكل هذه الحيوانات الضارة يعني في العالم لا يوجد من يأكلها كيف تنعكس هذا الحديث على الصينيين يعني على المجتمع الصيني الآن نعم بلا شك سماعها مثل هذه الأخبار وهذه الانتقادات وقعها مؤلم على الصينيين بشكل عام بوصف الصين كانت في حقيقة الأمر خط الدفاع الأول وهي الدولة الأولى التي تصدت لهذا الوباء الذي جاء مهددا ليس للصين فقط بل للبشرية لأجمع قرار الصين بوضع خوبي وخان في إطار العزل كان أيضا ليس حماية لباقي المدن الصينية فحسب أنه شكل أيضا حماية وكسبا للوقت لكل دول العالم الحديث عن أخبار غير منصفة في تقييمهم للوضع ودور الصين يقابله أيضا هناك وجهات نظر منصفة منظمة الصحة العالمية باتت أو كانت منذ اللحظة الأولى تثني على دور الصيني في مشاركتها لكل المعلومات منظمة الصحة العالمية في كل مؤتمراتها الصحفية أكدت على أن الصين شاركت المعلومات دعت الدول الأقلاء للاحتراز شاركت أيضا البروتوكولات التي تحدثت أيضا عن ما هي الأدوية التي استخدمها الصينيون ولماذا نسبة الوفيات تنخفض بهذا الشكل ولكن المشكلة ربما لدى بعض القادة أو المحللين الغربيين ربما يريدون ربما تنصل من المسؤولية الحقيقة أنهم لم يفاجأوا بهذا الوباء كان لديهم الوقت الكافي على الأقل لاتخاذ التدابير الاستباقية بدلا من الحديث عن توجيه اللوم للصين لكن هل دكتور عمار هل ترجح نظرية مسألة يعني أن هذا الفيروس تطور عبر أكل القفافيشة والحيوانات هل هذا مثبت علميا في الصين أم لا هذا ليس مثبتا علميا حتى الفيروس كورونا شهدنا في العقدين الماضيين الفيروس السارس في 2002 و2003 وفيروس ميرس متلازمة الشرق الأوسط التي كانت في منطقتنا العربية هذه ثلاثة الفيروسات كلها فيروسات حيوانية وهذا يعني أنها تصيب الحيوانات ما يحدث هو أنها تنتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط وليس الخفاش بشكل مباشر وهذا مثبت علميا ليس فقط لدى الصينيين هذا مثبت أيضا بموجب ما أصدرته منظمة الصحة العالمية ومراكز أبحاث كثيرة إذن لا ينبغي تحميل الصين مسؤولية الكاملة حول الإختلاط بالحيوانات بالمقابل في شهر فبراير وفي بداية شهر فبراير أصدرت الصين قانونا جديدا يجرم كل الاتجار بهذه الحيوانات البرية وتداولها وبيعها أو أكلها من الناحية الاحترازية هذا قرار جاء حقيقة استجابة لمعظم أبناء الشعب الصيني القليلون فقط هم الذين يحبون أكل لهذه الأشياء وليس كل الصينيين طيب جيد معرفة ذلك دكتور عمار اليوم هناك يعني بارقة أمل ولا ندري إذا كانت بارقة أمل أم لا حقيقة طرحت الصين مسألة أنها جربت بعض اللقاحات في الاختبارات السريرية ولايات المتحدة بالأمس جربت لقاحا على الهواء مباشرة في أحد المصابات الفرنسيين قالوا هناك الدواء المشهور هذا الذي يعالج الكوليرا هل أنت متفائل من تكرار الملاريا الملاريا عفوا نعم هل أنت متفائل من تكرار مسألة وجود اللقاح أم أنها لغراض تنافسية تجارية سياسية كيف تقرأ هذه المسألة وأنت من الصين دعني أتحدث عن جزئين مختلفين هو موضوع اللقاح وموضوع الدواء الفعال موضوع اللقاح مختلف جدا موضوع اللقاح رغم تنافس في مراكز الأبحاث سواء في الصين في ألمانيا أو في أمريكا لكن مرحلة أو مراحل إخراج هذا اللقاح في النهاية ليكون جاهزا أو طرحه للسوق يستجعي المزيد من التجارب السريرية ويستجعي التقييم ثم طرحه للتصنيع والجدوى وما إلى ذلك هذا لن يكون قبل عام من الآن أنا أعتقد أن اللقاح لن يكون جاهزا إلا ربما بعد أن نكون قد سيطرنا في العالم على الوباء وهذا ما نتمناه ولذلك الحديث عن اللقاح الحديث عن اللقاح الآن هو مسؤولية هذه المختبرات ولكن ما تسيكون جاهزا لكن دكتور عمار هل تعتقد هي لأسباب تجارية يعني حقيقة لأن الناس كلها تتناقل وتتأمل هل أنت متفائل أم لا من الناحية العلمية نقرأها بشكل مختلف وهي أن هذه الأشياء لن تكون جاهزة في القريب العاجل ولكن هذه الأشياء تبعث على الطمأنينة والتفاؤل لدى الناس خاصة مع الإصابات الكثيرة ونسبة الوفيات العالية في أوروبا وجدنا أيضا شركة فرنسية بدأت تتحدث عن جزئية أخرى التي نريد أن نتحدث عنها وهي الدواء الفعال وهو دواء الكولوروكوين هذا الدواء القديم الذي يراد استخدامه حديثا والحقيقة أننا في الصين قد قرأنا البروتوكولات الصينية منذ نهاية يناير هذا الدواء ليس جديدا كما تقول شركة سانو في هذا الدواء تم استخدامه لعقود خرج في الحرب العالمية الثانية هذا الدواء دواء قديم أثبت فعاليته حتى على مرضى كورونا المستجد في الصين منذ يناير والصينيون يطرحون بروتوكولات وضعوا أيضا اسم هذا الدواء من ضمن الأدوية التي سجلت نتائج فعالة الصينيون أيضا في بروتوكولاتهم أعلنوا أيضا عن استخدام البلازمة من المتعافين ثم دعوتهم للتبرع وإعطائه لمصابين بإصابات وخيمة هناك أدوية أخرى أيضا تحدثت عنها شركة يابانية اليوم وهو أيضا من الأدوية الفعالة وكل هذه الأدوية كانت ضمن البروتوكولات الصينية السبعة التي كان آخرها في أربعة مارس ذكرت جميعها وليفترض يعني علميا ومن الناحية الأدبية أن تتحدث عن هذه الأشياء ضمن البروتوكولات التي صدرت من الصين وتم إثبات نجاحها في كوريا وحتى في دول أخرى طيب طيب دكتور عمار يعني اليوم وهان استطاعت لأول مرة منذ بداية هذه المشكلة الحقيقية الصحية لم تسجل أي حالة جديدة هناك طبعا حالات شوفيات وحالات تحت المراقبة يعني حالات في الإجراء لكن البعض يستفسر يقول إذا ما رفعت إجراءات الاحترازية في الصين وتم تواصل كل المحافظات ألا نعود إلى نقطة صفر وربما أسوأ نعم هذه نقطة مهمة والحقيقة أن الصينيين رغم تسجيل صفر من الإصابات قبل أن تسجل صفر إصابات في وخان كثير من المدن والمقاطعات كانت قد مضى عليها ربما أكثر من شهر من الزمن كالمدينة التي نقيم فيها أكثر من شهر من الزمن ولم تسجل أي إصابة جديدة وعلى الرغم من ذلك لكن الصينيين يدعون إلى العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي وليس فتح كل الأمور أو تركها على غاربها الصينيون حذرون جدا وسيدعون وخان للبقاء في العزل ربما لأسابيع قادمة للتأكد من انتهاء فترات الحضانة لهذا الفيروس التي عرفت بأنها 14 يوما إذا مضت ربما 28 يوما بعض الخبراء الصينيين يقول إذا مضت على مدينة بماء 28 يوما دون تسجيل أي إصابة جديدة ربما كان مدعا للسلطات لفك هذا العزل وإعلان اتهاء ولكن هناك جزئية أخرى يجب أن نعرفها وأن الصينة استقبلت في الأيام الماضية حتى اليوم 190 حالة وافدة كلها أتت مستوردة بعضها من بريطانيا بعضها من أسبانيا وبعضها من إيران نعم هذه الحالات باتت أيضا تشكل خطرا على الصينيين وبالتالي فهناك أيضا تدابير واحترازات في المنافذ وهناك حجر صحي يمارس على الوافدين من كل الدول طيب أشكرك على كل هذه الأفكار مدينتي الصينية طبيب الناشط في مجال توعية ضد كورونا الدكتور عمار البعداني شكرا جزيلا لك